السؤال الخامس إذن الكرة هنا كثافتها 1.4 g per cubic centimeter علما أن كثافة الماء هي 1 g per cubic centimeter معناها هذه الكرة أكثف من الماء إذن إذا ما ربطناها بالخيط هذه الكرة هذه سوف تنزل إلى الأسفل تحت تأثير إذن القوة التي تؤثر إلى الأسفل التي هي وزنها W والقوة الرافعة أو the point force FB إلى الأعلى الآن بما أننا نحن رابطين هذا الكرة هذه هذا الكرة هذه في توازن تحت تأثير إذن القوتين التي تكلمنا عنهم زائد إضافة إلى ذلك القوة قوة شدة الحابل T The tension وهي المجهول في المسألة إذن قانون نيوتون للتوازن يعطينا إذن مجموعة القوة مجموعة المتجهات يساوي السفر والprotection تعطينا إذن T يساوي W ناقص FB بالمغنيتود مغنيتود of T equal magnitude of W minus magnitude of FB إذن W هو قتلة الكرة مضروبة بG ناقص والبيواند فرسوشية هي قتلة الكرة نفس الكرة ولكن كرة من الماء إذن كتلة الماء ليأخذ مكان الكرة إذن مكانش الكرة في مكانها إذن MW مضروب بG إذن كتلة الكرة وشية هي كثافة الكرة في الحجم وكتلة نفس الكرة من الماء هي إذن كثافة الماء في نفس الحجم وفي الأخير إذن V معامل مشترك وG معامل مشترك يخرجوا من الترمين ونتحصل على هذا العلاقة هذه والتطبيق العددي إذن ρو W للماء ألف كيلوغرام بالمتر المكعب والكثافة للكرة إذن التحويل من 1.4 جرام بر كيوبيك سنتيميتر نتحصل على ألف واربعمائة كيلوغرام بر كيوبيك متر والتطبيق العددي أمامكم يعطينا في الأخير 1960 نيوتر